نقاط بيع مباشرة للبقول الجفة على غرار الحمص والعدس المحليين مباشرة للمستهلك وبأسعار منخفضة هي الخطوة التي تساعد تعاونية الحبوب والبقول الجفة للبليد لطرحها بسوق من أجل كسر الأسعار والقضاء على المضاربين قمنا بهذه المساهمة وفتح نقاط البيع مباشرة للمستهلك أي المواطن الجسائري من أجل تكسير الغلاء في البقول الجفة وحالياً رأي متواجدة عن العدس والحمص المنتهجة لنا نقاط في الفواغ والناس جربوه وشافوه وطيب وإنتاج محلي بسعر مئة دينار للعدس ومئة وعشرين دينار للحمص تعاونية الحبوب للبوليد تختار نقطتين بالعفرون والبليدة لطرح مخزونها للمستهلكين الأسبوع المقبل دون بيعها بالجملة للتجار والمحولين العدس بسعر تأو مئة دينار جزائري والحمص بمئة وعشرين دينار جزائري الكمية المسموحة للمواطن الاقتنائية تكون ما بين 2 كيلو رم إلى 5 كيلو من العدس أو من الحمص مبررات هذا الالتهاب عديدة على غرار ارتفاع أسعار البقوليات بالأسواق الخارجية من عكس على أسعارها بالجزائر بالإضافة لضعف الانتاج المحلي من البقول الجفة وعجزه عن سد احتياجات السوق الوطنية الحجر الصحي فلاحين على مستوى الدول منتج البقوليات هذه اضطروا أنه ما يعملوش وبذلك كان المنتوج ضعيف وبإن الله منتج الفلاح الجزائري ما طلبوا منه أكثر مجهود لإنتاج هذه البقوليات هذه الخطوات الاستباقية لتعاونية الحبوب والبقول الجافة في كل من ولاية الجلفة وسعيدة والبليدة وغيرها من الولايات التي ستنخرط في المبادرة تباعا من شأنها أن تكسر الأسعار وتقضي على الندرة في هذه المواد الغدائية الأساسية قبل بلوغ ذروة الطلب عليها ترجمة نانسي قنقر